اشتركوا في القناة حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ان ارفع الى مقام جلالتكم الكريم اسماء التهانية والتبركات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد سائل المولى القدير ان يحفظكم ويعيد هذه المناسبة المباركة على جلالتكم اعواما مديدة وانتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكتنا الغالية والامتين العربية والاسلامية بكل الخير واليمني والبركات ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفد حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا ببالغ السرور والامتنان برقية سموكم المهنئة لنا بحلول العام الهجري 1441 ولا يسعنا بهذا الوقت إلا أن نعرب لسموكم عن خالص تقديرنا وعميق شكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم وأن نديم عليكم نعمة العافية ويمتعكم بأطيب الأوقات وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية ودمتم بحفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين